بسم الله الرحمن الرحيمة عزيزي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة هي خامس حلقات مادة الآفات الزراعية المقررة على جميع التخصصات احنا خدنا في الحلقات اللي فاتت خدنا تعريف الآفة وقلنا انه الآفة هي اي كائن حي بيدور بالانسان ومنتلكاته وقسمنا لكم الآفات لتلات اقسام رئيسية قلنا فيه آفات نباتية آفات حيوانية وآفات حشرية وقسمنا الآفات الحشرية لتلات اقسام على حسب عدد عوائلها وقلنا محدودة العوائل ومتعددة العوائل ووحيدة العائل وبعد كده بدأنا ندرس مظاهر الاصابة بالآفات اللي بتتغذى بقرد العائل خدنا منها دودة ورق الكطن ودودة اللوز الكورنفولية وخدنا ايضا الحفار وآفات الحبوب والمواد المخزونة وبعد كده بدأنا ندرس الآفات اللي تتغذى بامتصاص عصارة النبات خدنا منها الحشرات القشرية والمن والزبابة البيضاء والتريبس وبعد كده خدنا الآفات ذات الطابعة الخاص وبعد كده بدأنا ندرس مظاهر الاصابة بالآفات الحيوانية خدنا منها النماتودة والأكاروسات وبعد كده بدأنا نتطرق بالدراسة لاهم الاضرار اللي بتسببها الآفات سواء كان للنباتات أو للمواد والحبوب المخزونة أو حتى الآفات الطبية والبيطارية اللي بتسبب أضرار خطيرة جدا في صحة الإنسان والحيوان وبعد كده بدأنا ندرس أغراض حصر الآفات وطرق الحصر وأهمية حصر الآفات وتطرقنا بالدراسة بعد ذلك لتأدير وتعداد الآفات وطرق الحصر المختلفة للآفات وتقدير الحد الاقتصادي الحرج للإصابة لكل آفة وبعد كده بدأنا ندرس طرق المكافحة المختلفة خدنا المكافحة الطبعية وقالنا هي كل الطرق والوسائل التي تستخدم في القضاء على الآفات أو تقليل ضررها أو حتى منع انتقالها من منطقة مصابة إلى منطقة سليمة وقلنا كل الطرق دي بتتم دون تدخل الإنسان وعرفنا أنه عندنا نظرية مهمة جدا جدا في المنهج اسمها نظرية التوازن الطبيعي بتنص على النظرية دي بتنص أن الآفات وأعداءها الحيوية توجد في الطبيعة في حال التوازن عددي وهذه النظرية أصبحت غير قائمة حتى الآن بسبب تدخل الإنسان تقدم وسائل المواصلات واستخدام المبيدات الكيموية وعرفنا بعد كده عناصر المكافحة الطبيعية قلنا في عوامل حية وعوامل غير حية العوامل الغير حية بتشمل العوامل الجوية العوامل الطوبغرافية اللي احنا بنقول عليها العوامل الجغرافية اللي هي بتشمل المحيطات ومسطحات المائية والجبال والهضاب وأي شيء يحول دون انتقال الآفة من مكان مصاب إلى مكان سليم وبعد كده اخذنا عوامل الطربة والغزاء وبعد كده العناصر الحية قلنا بتشمل المتطفلات والمفترسات ومسببات الأمراض وبعد كده بدأنا ندرس المكافحة التطبيقية وقلنا هي كل الطرق والوسائل التي تستخدم بواسطة الإنسان في مكافحة الآفات أو القضاء عليها وقلنا أول طريقة عندنا اللي هي المكافحة التشريعية وقلنا يعني مكافحة تشريعية هي قوانين بتسنها الحكومات أو الدول بهدف منع انتقال الآفات من منطقة مصابة إلى منطقة سليمة وعرفنا مع بعض أهم القوانين التشريعية في جمهورية مصر العربية وقلت لكم تركزوا على القوانين دي لأنه معظم الأسئلة فيها بتيجي في صورة علل أو صورة أكمل أو صورة صح وخطأ وبعد كده بدأنا ندرس المكافحة الزراعية وقلنا هي كل الطرق الزراعية التي يجريها المزارع بهدف زراعة أرضه إذا أجراها في المعاد المناسب وبالطريقة الصحيحة تفيد في مكافحة الآفات وتقليل ضررها وعرفنا كل الطرق الزراعية اللي بيستخدمها المزارع وقلنا الأسئلة فيها بتيجي في صورة علل في صورة صح وخطأ معظم الأسئلة في الجزئية دي بتيجي في كيفية دي وبعد كده بدأنا نتطرق بالدراسة للميكينكا الكنترول أو بولو عليها المكافحة الميكانيكية وقلنا أن المكافحة الميكانيكية بتجرى بعد حدوث الإصابة الفعلية بالآفة وعرفنا عناصر المكافحة الميكانيكية بداية من الإبادة اليدوية وانتهاءا باستخدام الحرارة أو طرق الحرارة المنخفضة وبعد كده بدأنا نتطرق بالدراسة اللي جزئية مهمة جدا اللي هي المكافحة الحيوية وعرفنا عناصر المكافحة الحيوية اللي هي التطفل والافتراس ومسببات الأمراض واستخدام الطيور في مكافحة الآفات وبعد كده بدأنا ندرس الاتجاهات الحديثة في المكافحة خدنا منها استخدام البكتيريا الممرضة استخدام النماتودة الممرضة استخدام منظمات النمو وهرمونات الانسلاخ وعرفنا منها بداء للمبيدات وعرفنا مميزات بداء للمبيدات وأمثلة لبداء المبيدات وبعد كده بدأنا ندرس استخدام أو زراعة الأصناف المقاومة واستخدام نظام الانذار المبكر والاستشعار عن بعد وآخر حاجة درسناها مع بعض اللي هو استخدام التسميد الأخضر تعالوا بينا يا عزاء الطلبة والطلبات نبدأ حلقة اليوم وهي حلقة مهمة جدا جدا لأنها هتعرفنا طرق المكافحة الكيموية تعالوا بينا يا عزاء الطلبة والطلبات نعرف إيه المقصود بالمكافحة الكيموية وإيه هو المبيد الكيموي وإيه هي الشروط الواجب توفرها في المهلك الحشري الجيد وإيه هي أنواع المهلكات الحشرية تعالوا بينا يا عزاء الطلبة والطلبات نبدأ حلقة اليوم وحلقة اليوم بعنوان المكافحة الكيموية يعني إيه مكافحة كيموية احنا جابن لكم تمهيد كده عنها اتجهت نظم المكافحة الى استخدام المبيدات الكيميائية التي تميزت بفاعلياتها وبساطة تطبيقها بالمقارنة بالطرق والوسائل الاخرى غير الكيموية ولا يمكن ان نغفل الدور الهام والاجابي الذي ساهمت به المبيدات في حماية الانسان من الافات الضرى التي تهدد حياته ومستقبله ولكن حدث تأثيرات جانبية ضرر وما زالت تحدث في البيئة من جراء التوسع في مكافحة الافات باستخدام المبيدات الكيموية مما دع البعض للقول ان المبيدات زادت من حجم المشكلة التي كان من المفروض ان تعالجها نهائيا لصالح الانسان مما اضطر الانسان الى البحث عن طرق جديدة وحديثة واقل ضررا منها وذلك للحفاظ على البيئة والصحة والانسان طيب دي بقى بنوريكو هنا في شاشتنا المتميزة صور لكيفية استخدام المبيدات الكيموية والتوسع والافراط في استخدام المبيدات الكيموية ادى الى نشوء ما يعرف بخلل في نظرية التوازن الطبيعي طيب تعالوا نشوف المقصود بقى بالمهلك الحشري او المبيد الحشري لما يجيلك في الامتحان هو اي مادة كيموية او مخلوط من اكثر من مادة كيموية تستخدم بواسطة الانسان في مكافحة الافات يبقى على طول وانت مغمض ده تكتب المبيد الحشري او المهلك الحشري نقولها تاني علشان الجزئية دي مهمة جدا هو اي مادة كيموية او مخلوط من اكثر من مادة كيموية تستخدم بواسطة الانسان في مكافحة الافات يبقى ده على طول المهلك الحشري طيب ايه بقى الشروط الواجب توفرها في المبيد الحشري الجيد اول شرط لازم يتوفر في المبيد الحشري الجيد ان يكون ذات تأثير على الافة ولا يضر بصحة النبات المعامل ولا يضر بصحة الانسان وايضا حيوانات المزرعة ثلاثة له خاصية الالتصاق بالسطوح المعاملة يعني اول مبدأ عملية رش المبيد او حتى تعفير المبيد تكون له القدرة على الالتصاق بالسطح المعامل يعني بسطح النبات سواء كان مجموع خضري او مجموع جزري الى اطول فترة ممكنة وبالتالي بيحدث تأثير اطول في القضاء على الافات التي تتغزى على المحاصيل الزراعية ويقلل من احداث ضررها وبالتالي القضاء على هذه الافات يبقى اول حاجة غير ضرب الانسان والحيوان والنبات تاني حاجة له خاصية الالتصاق بالسطوح المعاملة تعالوا نستعرض مع بعض بقية الشروط الواجب توفرها في المبيد الحشري الجيد بعد كده سهولة استعماله ورخص سمنه ولكي تكون عملية المكافحة اقتصادية لابد ان يكون المهلك الحشري لابد ان يكون المهلك الحشري رخيص السمن رقم خمسة له القدرة على النفاذ خلال جسم الحشرة وعلى الاخص اذا كان الجسم مغطى بالشمع كالبق الدقيقي والحشرات القشرية رقم ستة ان يصل الى الحشرات المختبئة في تجاويف وتجاعيد النباتات طيب نستعرض مع بعض بقية الشروط رقم سبعة ان لا يتأثر بالتخزين او ضوء الشمس ويظل فعالا لمدة طويلة اي ان يكون على درجة عالية من السبات طبعا احيانا بيجي لنا سؤال علل في الجزئية دي يقولك في الامتحان ايه علل لما يأتي ضرورة استعمال الطعم السام للحفار المحضر من فوسفيد الزنك بعد تحضيره مباشرة هتقول له الاجابة باختصار انه فقد احد شروط المهلك الحشري الجيد انه يتحلل برطوبة وغير ثابت كيموائيا يبقى فقد شروط المهلك الحشري الجيد التمانية والاخيرة ان لا يكون له اثر باق على المواد والمحاصيل الجزائية تؤثر على صحة الانسان والحيوان يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما ابدأ استعمل المهلك الحشري لا بد ان يكون هذا المهلك الحشري من احد صفاته انه يتحلل او يتم تحطيمه بوسطة الضوء او بوسطة درجة الحرارة لكي لا يترك اثر دار على صحة الانسان والحيوان وتكون فترة الامان او بنسميها فترة السماح بعد اجراء عملية الرش بالمبيدات ليست طويلة وبالتالي يتمكن المزارع من جمع محصوله في اقصر فترة ممكنة بعد اجراء عملية رش المبيدات تعالوا بينا بقى نستعرض مع بعض عزيزي طلبة قوية طلبات جزئية مهمة جدا اللي هي بتتناول تأسيم المهلكات الحشرية على حسب طريقة دخولها جسم الآفة يبقى انا عندي تلات انواع من التقسيمات هناخد على حسب طريقة دخولها جسم الآفة وهناخد على حسب طبيعة تأسيرها على الآفة والتقسيم الثالث والاخير هناخده على حسب تركيب المهلك الحشري الكيموي يبقى انا عندي تلات تقسيمات رئيسية طريقة دخول المبيد جسم الآفة طبيعة تأسير المبيد على الآفة يعني كيفية القضاء على الآفة واخر تقسيم معانا في حلقة النهار اللي هناخده اللي هو طبيعة تركيب الكيميائي للمهلك الحشري اول حاجة عندنا سموم معدية دي على حسب طريقة دخولها جسم الافة يعني من اسمها سموم معدية وليست معدية تؤثر على الجهاز الهضمي والمثال اللي عندي مركبات الزرنيخ اتنين سموم بالملامسة يعني تقضي على الافة بمجرد ملامستها لجسم الافة والمثال اللي عندي مبيد النيكوتين المثال التالت اللي هو او تقسيم التالت اللي هو السموم الجهازية يعني ايه سموم جهازية يعني مبيدات لها القدرة على النفاذ الى داخل انسجة النبات وتسري في العصارة النباتية وتؤثر على الحشرات الساقبة الماصة زي ايه يا دكتور زي حشرات المن زي الحشرات القشرية زي زبابة البيضة وهكذا رقم اربع الغازات والابخرة من اسمها يبقى هتؤثر على الجهاز التنفسي للافات طب الافة لها جهاز تنفسي زي هنا يا دكتور لا طبعا الافة الجهاز التنفس بتاعها مختلف شوية لو كانت اافة حشرية هتلاقي انه الافات الحشرية بتتنفس عن طريق الصغور التنفسية التي توجد على الجدار الخارجي لجسم الحشرة متصلة بقصيبات هوائية وبيتم من خلالها تبادل الغازات واللي هو عملية التنفس بتاعتنا اللي هي استنشاق الاكسوجين وخروج ساني اكسيد الكربون طبعا لما بيكون في غاز سام في المكان وتستنشقه الافة بتموت الافة بالاختناق عن طريق استنشاقها للغازات السامة واحنا عندنا غازات كثيرة جدا وحتى موجود بيستخدموها في الحرب البيولوجية ضد الانسان زي غاز الاعصاب زي غاز برومور الميسيل زي غاز حمض الادروسين كل دي غازات بتسبب اختناق لمن يستنشقها بعد كده هناخد جزئية مهمة جدا رقم خمسة اللي هي المواد الطاردة من اسمها مواد طاردة لا تقتل الافة بل تطردها من المكان المتواجدة لما تيجي يقولك مواد تعمل على طرد الافات ويبعدها عن المحاصيل الزراعية او عن المكان المتواجدة فيه يبقى على طول وانت مغمض دي اسمها المواد الطاردة والمثال اللي عندي زيت اسمه زيت السيترونيلا بعد كده مانعات التغذية مانعات التغذية يعني بتمنع تغذية او بدء تغذية الافة على المحاصيل المختلفة والمثال اللي عندي اسمها مادة الدوتر المادة دي بتمنع تغذية الافة على النبات او على العائل النباتي اخر حاجة معانا في التقسيم على حسب طريقة دخولها جسم الافة اللي هو المواد الجاذبة اللي هو زي زيت الخردل وزيت الصنوبر اي مادة بتجذب الافة للمكان المراد تجمعها فيه ثم القضاء عليها بنسميها المواد الجاذبة واحنا جاب لكم في الصورة اعزاء الطلبة والطلبات ده شجرة النيم ودي بتستخدم او بتفرز مادة بتطرد البعود من المنازل والشجرة دي بدأت توسع في زراعتها في المناطق الحديثة والشجرة دي من احد صفاتها زي ما بقولكم بتطرد الحشرات الطائرة زي البعود وبالتالي بنمنع رش المبيدات واستخدام المواد الكيميائية الضارة وبالتالي تقليل التلوث البيئي تعالوا بقى نستعرض مع بعض النوع التاني زي ما وعدتكم احنا خدنا مع بعض دلوقتي تأسيم المبيدات على حسب طريقة دخولها جسم الافة ما قلنا مبيدات او سموم معادية سموم بالملامسة سموم غازات وادخنة او غازات وابخرة وبعدين مواد جذبة وبعدين مواد طردة وسموم جهزية كل دول بنقول عليهم تأسيم المبيدات على حسب طريقة دخولها جسم الافة طب التأسيم التاني بنقسمها على حسب ايه؟ على حسب طريقة تأسيرها على الافة اول حاجة مواد تؤثر بخواصها الطبيعية المثال اللي عندي زي زيوت السقيلة زي زيت اسمه زيت الكار وده بيقفل الصغور التنفسية اللي موجودة على جدار جسم الافة وبالتالي بتموت الافة بالاختناق مواد تؤثر على بروتوبلازم الخلايا والمثال اللي عندي املاح الزبق والنحاس وايضا الزرنيخ ده بتعمل على ترسيب البروتين اللي موجود في البروتوبلازم ثلاثة السموم التنفسية والمثال اللي عندي اللي هو حامض الادروسيانيك وده بتأثر على الجهاز التنفسي للافة بعد كده السموم العصبية من اسمها يبقى بتأثر على الجهاز العصبي والمثال اللي عندي مركبات الكولور والفوسفور العضوية والمراكبات دي خطيرة جدا لانه لها تأثير سام على الانسان اللي بيتعامل مع المبيدات ولذلك يجب توخي الحذر وارتداء الملابس الواقية لمن يكون برش مثل هذه المبيدات وايضا فترة السماح لهذه المبيدات بتكون طويلة جدا لانه الاسر الباقي او بنقول عليه الريزيديو الافكت لهذه المبيدات بيكون متواجد على السطح المعامل لاطول فترة ممكنة تعالوا نستعرض مع بعض التأسيم التالت زي ما وعدتوكو اللي هو التأسيم المبيدات على حسب تركبها الكيماوي اول نوع عندنا بنقول عليه املاح غير عضوية المثال او بتشمل ايه مركبات الزرنيخ الغير عضوية مركبات الفلور مركبات الفسفور الغير عضوية ومركبات الزيبق بعد كده خمسة مركبات الكولورات والبورات ومركبات السليوم ومركبات الزنك والامونيوم وايضا مركبات الكابريت الغير عضوية تعالوا ناخد التقسيم التاني اللي هي تقسيمها على حسب مواد عضوية مستخرجة من النبات عندي تلات انواع النوع الاول اعزاء الطلبة والطلبات نركز في الجزئية دي علشان الجزئية دي موضع سؤال في الامتحان اللي هو تقسيم المبادات الكيموية المستخرجة من النبات هنقول مواد عضوية مستخرجة من النبات عن تلات انواع اللي هي البيريسرينات العضوية والنيكوتين وايضا الروتينون التلاتة دول لازم تكونوا حافظينهم البيريسرينات بتستخرج من ظهرة نبات البيريسرام وانا جابلكوا صورة لنبات البيريسرام عشان ما تستغربوش وتقولوا ايه النبات ده وايضا النيكوتين جابلكوا صورة لأوراق نبات الدخان المزروع وايضا الروتينون اللي هو بيستخرج من جزور نبات الدريس تعالوا نشوفها مع بعض على شاشتنا المتميزة اول حاجة البيريسرينات اعتقد حفظناهم مع بعض بتستخرج من ظهرة نبات البيريسرام الروتينون بيستخرج من جزور نبات الدريس والنيكوتين بيستخرج من نبات الدخان تخيلوا مبيت حشري بنستخرج من نبات الدخان مبيت حشري ما بقى لك بقى المدخنين دي دعوة من قناتنا المتميزة للإقلاع عن التدخين نظرا لخطورة العالية على صحة الإنسان بعد كده ثالثا المواد العضوية الصناعية بتشمل المراكبات الكولورونية العضوية المراكبات الفوسفورية العضوية ومركبات الكربامات العضوية وايضا البيريسرينات المصنعة ودي طبعا صور لرش المبيدات واستخدامها في حالة الإصابة بالآفات المختلفة يجب زي ما قلنا توخي الحذر شايفين الملابس الواقية أثناء عملية الرش دي مهمة جدا جدا لتقليل الأثر الضال للمبيد على الشخص الذي يقوم بعملية رش المبيدات تعالوا بقى نستعرض مع بعض أجزاء طلبة أو الطلبات مثال أحد المبيدات اللي هي مراكبات النيتروفينولات طيب مراكبات النيتروفينولات دي عبارة عنه هي أحدى مشتقات مراكب ثاني نايتروفينول ولها مميزات ولها عيوب حناخد الأول مع بعض مميزات مراكبات النيتروفينول أو النيتروفينولات تأثير هذه المراكبات على الحشرات قد أظهر زيادة كبيرة في معدل استهلاك الأكسوجين في كل من الحشرات وأيضا الساديات المعرضة للتسمم بمركبات هذه المجموعة تعالوا بقى ناخد مع بعض صور بتبين لك أثناء رش المبيدات أيضا أو مراكبات النيتروفينولات برضو مراكبات سامة وبتعمل تأثير ضار جدا على جهاز التنفسي بالنسبة للحيوانات السادية بما فيهم الإنسان ولذلك شايفين مرتدي الكمامة لأنه بتأثر تأثير جامد على سرعة استهلاك الأكسوجين الموجود في جسم الإنسان تعالوا بقى ناخد العيوب عيوب مراكبات النيتروفينولات أول حاجة مراكبات ساني نايتروفينول غير قابلة للانتزاج مع الزيوت الصيفية اللي احنا بنقول على الزيوت المعدنية ومشكوك أيضا في قابلياتها للخلط مع معظم المركبات الأخرى يبقى غير قابلة للخلط مع المبادات وغير قابلة للخلط مع الزيوت المعدنية تعالوا بقى نستعرض مع بعض تاني عيوب من عيوب مراكبات النيتروفينولات يجب الاحتياط في استخدامها على النموات الخضرية اللي هو النبات المعامل بسبب الضرر الذي يحدث من زيادة التركيز أو نتيجة لارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في المكان تعالوا ناخد مراكب آخر اللي هو مراكبات السيوسينات العضوية اسمها يا أولاد اسمها السيوسينات العضوية حناخد منهم أو من المجموعة دي مراكبين اتنين بس اللي هو لسان سيكستي اللي هو لسان ستين ولسان تلتمية أربعة وتمانين والمركبين دول بيستعملوا بتركيز اتنين ونصف لخمسة في المية أعزائي الطلبة والطلبات نركز بقى احنا دخلنا في المكافحة الكيموية يبقى لازم يكون عندنا مهارات في التعامل مع مستحضر المبيد الكيموي يعني لازم أكون عارف إيه المقصود بكلمة التركيز المبيد والمقصود بكلمة معدل استخدام التركيز المبيد مقصود بيه تركيز المادة الفعالة الموجودة في عبوة المبيد وليكن حديكم مثال احنا بنقول هنا التركيز خمسة في المية خمسة في المية يعني ايه يعني انا لو عندي لتر مبيد حلاقي فيه كام حلاقي فيه خمسين سنتي مادة فعالة وتسعمية وخمسين سنتي مادة حملة يعني التركيز عنده هيبقى كام هيبقى خمسة في المية طيب لو تركيز خمسين في المية علي خمسين في المية مادة سامة او مادة فعالة وخمسين في المية اخرى من عبوة المبيد مادة حاملة او مواد بنقول عليها مواد حاملة يبقى انا عرفت دلوقتي يعني ايه تركيز طيب معدل استخدام معدل استخدام بيبقى مكتوب على عبوة المبيد او بيقولك عليه المرشد الزراعي او المهندس الزراعي انتوا بعد كده هتبقوا مهندسين مكافحة فلازم يكون عندك دراية ومهارة في التعامل مع المبيدات وكيفية التعامل مع والآلة المناسبة لكل مبيد وكيفية صيانتها واستخدامها وايضا كل مبيد او كل آفة بيبقى لها مجموعة معينة من المبيدات الخاصة في القضاء عليها وتقليل ضرارها فمعدل استخدام يعني مثلا وليكن هيقولك مثلا اللانت معدل استخدامه 300 جرام للفدان وهكذا انا بديلك مثال بسيط الديموسويت او المالاسيون معدل استخدامه 1.5 لتر للفدان المعدل لا يزيد عن ذلك ولا يقل عن ذلك لو قال عن كده الافة مش هتموت طب لو زاد عن كده ممكن الافة تموت اه بس يحدث عندي مشكلة كبيرة جدا على النبات المعامل لان انت بتتعامل مع كائن حي النبات ما هو الا كائن حي بيتبع المملكة النباتية والافة كائن اخر قد تكون افة نباتية او فاكرين بقى الطلب الشطار اللي معاه في اول حلقة قد تكون افة نباتية قد تكون افة حيوانية قد تكون افة حشرية واحنا عرفنا الفرق بين الافة الحيوانية والافة الحشرية في اول حلقة فاكرين لما وطلقوا لأي حشرة لا بد ان ينطبق عليها الصفات العامة لصف الحشرات او بنقول عليك لاس انسيكتا اللي هو الجسم مكون من 3 مناطق رأس وصدر وبط الرأس بتحمل زوائد اللي هي قرون للسشعار واجزاء الفم والاعين المركبة والبسيطة وايضا الصدر بيحمل زوائد اللي هي ثلاثة ازواج من الارجل المبصلية وزوجين من الاجنحة والبطن مكون من 11 حلقة بتحمل قرون الشراجية والزوائد التناسلية دي الصفات العامة لمملكة الحشرات وده اللي بنفرق بينها وبين مملكة او باقي انواع المملكة الحيوانية انا دلوقتي لابد من ان اكون على دراية كاملة وعلى وعي كامل بتركيز المبيد وايضا بمعدل الاستخدام تعالوا بينا اعزائي الطلبة والطالبات نشوف ازاي نستخدم الصيوسينات العضوية نستخدمها بمعدل 2.5 الى 5% وباستخدمها فين باستخدمها في الكيروسين المنزوع رائحته وذلك لرش او بتستخدم في ايه بتستخدم في رش قطعا الماشية المنتجة للبن زي الابقار وخلافه وكذلك لمقاومة الحشرات المنزلية وطبعا كلنا عارفين الحشرات المنزلية اللي هي الزبابة المنزلية من اسمها حتى وايضا البعو السيوسينات العضوية هذه المركبات اعزائي الطلبة والطلبات بيكون لها قدرة عالية لاصابة الحشرات بالشلل وذلك بيكون لها ايضا تأثير صاعق على الحشرات الطائرة وهو يشابه مثل هذا التأثير من مشتقات البيرسرين او مشتقات نبات البيرسرم ويبتستخدم هذه المركبات لمقاومة حشرات المن والزبابة البيضاء والتريبس والبق الدقيقي في الصوب وفي الحضائق وايضا على محاصيل الخضر المختلفة تعالوا بقى ناخد اعزائي الطلبة والطلبات ايه هي مميزات السيوسينات العضوية خلي بالكم مميزات السيوسينات العضوية حتلاقوها عيوب النيتروفينولات يعني احنا استحدثنا السيوسينات العضوية علشان نتلافى العيوب اللي كنا بنوع فيها نتيجة استخدام مركبات النيتروفينولات العضوية المركبات النيتروفينولات احنا قلنا ان هي كانت غير قابلة للخلط سواء بالزيوت الصيفية او غير قابلة للخلط بباقي انواع المبيدات طب ايه من تاني بقى ام تابع الحلقة ويفكرني تاني عيوب قلنا عليه ان هي بتؤثر على النموات الخضرية للنبات المعامل وبالتالي قد تؤدي الى موت البراعم الخضرية وبالتالي تؤدي الى موت النبات المعامل فانا اشتقيت او تلافيت هذه العيوب باستعمال السيوسينات العضوية تعالوا نستعرضها مع بعض اول حاجة اهو انها قابلة للانتزاج مع مشتقات البيرسرم والروتينون وكذلك ما تستعمل على صورة مخلوط معي يعني قابلة للخلط باول عيب تلافيته اتنين هذه المركبات ذاتة تأثير بالملامسة وبتحدث تأثيرا على الجهاز العصبي للحشرات وفي نفس الوقت ليست شديدة السمية على السدييات تعالوا بقى نستعرض مع بعض اعزائي الطلبة والطالبات الجزئية مهمة جدا في المكافحة الكيموية الا وهي استعمال الزيوت كمبيدات حشرية طب ايه هي بقى انواع الزيوت اللي انا ممكن استخدمها كمبيدات حشرية عندي اربع انواع النوع الاول اللي هو الزيوت المعدنية البترولية طيب زي ايه او الامثلة اللي عندي زي الكيروسين زي البنزين او الجازولين زي زيت الفولك زي زيت السويس زي زيت تريونة زي زيت البؤاليوم كل دي انواع من انواع الزيوت المستخرجة من البترول علشان كده بنقول عليها الزيوت المعدنية او البترولية احفظ 3 ا4 منهم والي يكن البنزين طبعا معروف الكيروسين زيت السويس زيت الفلك طبعا معروف ايضا كل دي انواع للزيوت المعدنية البترولية طيب النوع التاني حضرتك قلت يا دكتور هم اربعة احنا دلوقتي في النوع التاني النوع التاني اسمه ايه اسمه الزيوت القطرانية كمبيدات حشرية ودي بتنتج اعزاء الطلبة والطالبات من التقطير لفحم الحجري وايضا لانواع مختلفة من الخشب والمثال اللي عندي اللي هو القطران والكيروزوت ودي بتستخدم في علاج انواع النغف التي تصيب الاغنام سالسا الزيوت النباتية الطيارة ودي بتبقى زيوت غير شمعية وايضا غير قابلة للتصبن وبتحضر من النباتات بعد عملية التقطير وبتمتاز بان رائحتها بتكون لها ريحة معينة والامثلة اللي عندي زي زيت الكافور وزيت الصنوبر وزيت السيترونيلا مين بقى فاكر بقى يقول زيت السيترونيلا دي كان مادة ايه كان مادة طاردة شطار ويستخدم زيت الصنوبر كمادة طاردة للزباب الذي يصيب الماشية وايضا زيت السيترونيلا بيستخدم كمادة طاردة للحشرات المنزلية زي البعوض تعالوا بينا ناخد رابع نوع حضرتك قلت اربعة زيوت معدنية بترولية زيوت معدنية قطرانية زيوت سابتة وزيوت طيارة زيوت السابتة بتشمل ايه هي عبارة عن اساس جليسريدات او استرات الجليسريد بتتصبر عند معاملتها بالقلويات زي زيت السمك وزيت فولوسوية وزيت بزرة الكتان انواع كثيرة جدا من الزيوت السابتة وزيت السمك بيدخل فيه تحضير انواع الصبون التي تعمل كمواد مستحلبة هنعرف دلوقتي يعني ايه مادة مستحلبة تعالوا بقى ناخد الصبون الصبون بيعتبر من اقدم المواد المستخدمة في مكافحة الحشرات ومنه نوعين فيه نوع بنقول عليه الصبون الصلب وفيه نوع تاني بنقول عليه الصبون الرخو الصبون الصلب اعزاء الطلبة والطلبات بينتج من املاح الصوديوم اما الصبون الرخو اللي احنا بنسميه كده تجاريا الصبون السائل ده بينتج من املاح البوتاسيوم يبقى انا عندي صبون صلب وصبون رخو وهو بيكون سهل الزوابان في الماء وبيستعمل ضد حشرات المن في الحدائق المنزلية طبعا بيبقى على نطاق ضيق وبيضاف الى سلفات النيكوتين وبيستخدم الصبون كمادة نشرة ومبللة في مكافحة بعض الافات ومنها حشرة المن تعالوا بقى ناخد جزئية مهمة جدا اعزاء الطلبة والطالبات كيف يؤثر الزيت المعدني على اصابة الحشرة او على موت الحشرة هناخد اول نوع اللي قد يحيط الزيت بالحشرة احاطة تامة فيمنع وصول الاكسوجين اليها ازاي يا دكتور احنا لسه اقلين مع بعض اعزاء الطلبة والطلبات ان الجهاز التنفسي لالافة او للحشرة مختلف تماما عن الجهاز التنفسي لباقي افراد المملكة الحيوانية نخلي بالكوا بقى كل نوع من انواع المملكة الحيوانية بيتنفس بطريقة مختلفة يعني اديكم مثال القواقع مثلا اللي احنا بنقول عليها الرخويات او المولوسكا اللي بقولوا عليها فايلا مولوسكا القواقع دي بتتنفس بالكتب الرئوي اللي عندك او برئات عندك ايضا العناكب لها طريقة معاناة في التنفس عندك الحشرات عندك الانسان عندك الاسماك بالخاشيم وهكذا كل نوع من انواع المملكة الحيوانية بيمتاز بطريقة معينة من او جهازه التنفسي بيتكيف على حسب البيئة المحيطة به طبعا احنا هنا في الحشرات زي ما قلنا بتتنفس عن طريق الصغور التنفسية الموجودة بجدار الجسم اللي هي مادة الكيوتيكل الصغور دي بتبقى متصلة بقصيبات هوائية بتعمل على تبادل الغازات طبعا انا لما برش الزيت معدني الزيت بيقفل الصغور التنفسية وبالتالي بتموت الآفة بالاختناق انا مش عايزكم تحفظوا عايز كل طالب فيك وكل طالبة متوفقة تحب مادة الآفات الزراعية لان احنا بنخاطب بيولوجي الكائن الحي يعني انت لازم تكون على وعي وعلى دراية بكيفية تركيب الاجهزة الداخلية للكائنات الحية سواء كان اجهزة داخلية وكيف تعمل هذه الاجهزة طب انا بستفيد من كده يا دكتور انت لما تعرف تركيب الآفة هتعرف المبيد الملائم للآفة وكيفية تأثيره على جهاز معين من اجهزة الآفة سواء كان سموم معادية سواء كان سموم بالملامسة سواء كان غازات وابخرة سواء كان مواد طردة او مواد جذبة او سموم عصبية يبقى احنا لما بنعرف تركيب الآفة والشكل المورفولوجي والشكل التشريحي او تركيب الداخلي للآفة والتركيب الظاهري ده بيفيدني في تحديد الوسيلة الملائمة في القضاء على الآفة او تقليل اضرار الآفات المختلفة كل ده بينطوي تحت قائمة برنامج المكافحة الملائم لكل آفة سواء كان آفة حيوانية او آفة حشرية او آفة نباتية تعالوا بقى نستعرض باقي طرق او كيفية تأثير الزيت على الآفة قولنا اول حاجة بيعمل على قفل الصهور التنفسية للآفة وبالتالي الآفة بتموت خنقن تاني حاجة بتؤثر الزيوت على حريات الحشرة بدرجة اكبر من الحشرات الكاملة ليه دكتور لانه الحريات اللي هي طور من اطوار الحشرة طب اي نوع من اطوار الحشرة اللي هو التطور الناقص الدكتور قال لنا في اول حلقة ان الحشرات دي مش زي الانسان دي بتتطور طب تتطور يعني يعني بتتشكل يعني عشان الحشرة تتم دورة حياتها لازم تمر باطوار مختلفة اول حاجة عندي لو كان التطور تام يبقى الحشرة هتمر باربع اطوار حشرية اللي هي طور البيضة ثم البيضة تفقس وتتحول الى يرقات وهذه الى يرقات تتغزى وتنسالك ثم تتحول الى عزراء في شرنقة وايا كان نوع الشرنقة ثم تتحول بعد ذلك الى حشرة كاملة بالتطور الناقص يا دكتور يعني بيضة حرية حشرة كاملة والحرية بتشبه الحشرة الكاملة وتختلف عنها في الحجم وانها غير ناضجة جنسيا يعني لم تبلغ الى طور النضج الجنسي وبالتالي لازم تتحول لحشرة كاملة علشان تعيد دورة الحياة الحشرات او الحريات جسمها ما بيكونش مغطى بطبقة شمعية وبالتالي بيسهل على الزيت المعدني ان يتغلل فيه الصغور التنفسية للحرية وبالتالي بتموت ايضا بالاختناق تعالوا نشوف بعد كده كيف يؤثر الزيت على الحشرات في حالة مكافحة بقى اليرقات وعزارة البعود طب طبعا انتوا عارفين انه البعود بيضع البيض بتاعه فيه اكياس جيلاتينية على سطح الماء يعني انا لو جففت البرك وجففت المستنقعات وعملت نظافة في الشوارع من الحفر اللي بتبقى ممتلئة بالمياه وهكذا ده بيقلل لي نسبة البعود اللي هو بنقول على استلاحا النموس ده بيقلل البعود اللي متواجد فيه الكرة والمدن وبالتالي انا بيقلل الاصابة بالامراض اللي بينقلها البعود سواء للانسان واخطر مرض كان منتشر والحمد لله بدأ معدل ويقل في جمهورية مصر العربية اللي هو مرض الملاريا مرض الملاريا بتنقله انسة بعودة الانوفوس والمرض ده مرض خطير جدا اعزاء الطلبة والطلبات لانه اعراضه كانت بتبقى مشكلة كبيرة جدا على الشخص المصاب هو عبارة عن حيوان اولي اللي هو بلازمودم الملاريا بتنقله او بتنقله انسة بعودة بنقول عليها انسة وليس ذكر الزكور لا تتغذى ولا تمتص دم الانسان الاناس دايما هي اللي بتبقى دموية الاناس هي اللي موجودة في المنازل بينما الزكور بتتغذى زكور البعود بتتغذى على الرحيق تعالوا نستعرض مع بعض الزيت المعدني بازاي كافح البعود الزيت المعدني لما بنرشه على سطح الماء ده بيعمل على خفض الجذب السطحي لغشاء الماء يعني بيخفض معدل التوتر السطحي لغشاء الماء وبالتالي بيغوص البيض تحت سطح الماء او حتى لو فقى سودان يرقاط او عزارة بتغوص تحت سطح الماء لانه لا يستطيع غشاء الماء انه هو يحمل هذه اليرقاط والعزارة نتيجة انه الزيت عمل او ادى الى خفض الجذب السطحي لغشاء الماء رابح حاجة والاخيرة في تأثير الزيت على الحشرات انه الزيت بيعمل على ليونة قشرة البيضة وبالتالي بيعيق الجنين الموجود داخل البيضة وبالتالي لا يؤدي ذلك الى فاقس البيض وبالتالي بنكسر دورة حياة الافا تعالوا بقى نستعرض في ملاحظات مهمة جدا او نوتس كده لازم انت كمهندس ضراعي تكون ايلها للمزارع او تكون على وعي بها علشان نؤدي الى نجاح عملية المكافحة الكيموية اللي هي جناحي عملية المكافحة الكيموية اما عملية الرش او عملية التعفير وبالتالي انت لازم تكون على الدراية بايه هي المحظورات اللي يمنع فيها منعا باتا رش المبيض او اجراء عملية التعفير وبالتالي انا بوصل بالمكافحة الكيموية الى افضل وسيلة ممكنة او بقلل من فقد المبيض عند اتباع هذه الملاحظات اول حاجة عندي لا ترش الزيوت المعدنية وقت الازهار وعند عقد السمار او قرب نطجها ليه بقى؟ لان المبيضات اعزاء الطلبة والطالبات لما برشها اثناء تزهير النباتات يعني في وقت لما النبات يكون فيه انتقل من مرحلة النمو الخضري الى مرحلة النمو الزهري والثماري مين من الوسائل اللي بتعمل على حدوث التلقيح الخلطي للأفات يعني تلقيح خلطي للنبات يعني انتقال حبوب اللقاح من متق الزهرة الى ميسم ظهرة اخرى مين اللي بيعمل او بيعمل على انتقال حبوب اللقاح اللي هي الحشرات الملقحة طيب انا لما رش مبيض معنى كده ايه دكتور معنى كده ان انا بقتل الحشرات الملقحة وبالتالي لا تنتقل حبوب اللقاح من متق الزهرة الى ميسم الزهرة اخرى وبالتالي لا تتم عملية التلقيح الخلطي ولا يحدث اخصاب ولا تتكون السمار ولا البذور وبالتالي لا احصل على محصول بنفس الكمية ولا بنفس الجودة يبقى انا عندي حيبقى فيه لو انا رشيت المبيض انا بقتل الحشرات الملقحة وقد يؤدي ايضا ذلك الى سقوط الازهار نتيجة الافراط في تركيز المبيض او معدل الاستخدام المنصوص عليه او المقرر على عبوة المبيض ايضا لا ترش الزيوت او المبيضات والتربة جافة طيب ليه بقى؟ لانه ده بيؤدي الى انه النبات بيمتص كمية كبيرة جدا من الزيت المعدني وبالتالي قد يؤدي الى موت النبات المعامل رقم ثلاثة بيمنع الرش في الاوقات الحررة من النهار حيث يزداد النتح وبتساعد الحرارة على تخلل الزيت ودخوله للصغور التنفسية لأوراق النبات وبالتالي ده ممكن يؤدي الى قفل هذه الصغور وبالتالي عدم تبادل الزيوتات او عدم اتمام عملية التنفس للنبات وبالتالي ده بيؤدي الى قد يؤدي الى موت النبات ايضا يبقى انا بحافظ على الهدف عندي من اجراء عملية المكافحة الهدف الاساسي ان انا اقل الافات اللي بتتغزى على النبات وايضا لا يؤدي اثناء عملية المكافحة الا الحاق اي ضرر بالنبات المعامل وبالتالي انا بعمل عملية بالانس او بقول عليها التوازن بين القضاء على الافة وايضا الحفاظ على النبات المعامل اللي احنا بنقول عليه اللي حيديني في الاخر محصول وليكن ايا كان المحصول سواء ما كانت محاصيل استراتيجية اللي هي لها اثر كبير في الاقتصاد القومي المصري والعالمي طبعا المحاصيل الاستراتيجية معروفة كلكم تعرفوها معظمها اللي هي المحاصيل الحقلية وايضا محاصيل الخضر ومحاصيل الفاكهة وايضا نباتات الزينة المختلفة تعالوا بنا يا عزيزي طلبة اوية طلباتنا تطرق بها لجزئية مهمة جدا من حلقة اليوم اللي هي كيفية او كيف تؤثر المبيدات على الافات كيف تؤثر المبيدات على الافات المختلفة هناخد اول مجموعة هنقسمها بها مع جميع المجموعة الاولى اللي هي مجموعة المبيدات الحشرية الغير عضوية بينكوسين نقول عليها المعدنية مجموعة المبيدات الحشرية الغير عضوية دي بتعمل عليه بتعمل على ترسيب البروتين وتؤدي الى امتناع الحشرات عن تناول الطعام اللي هي بنقول عليها مناعات التغذية وتؤدي الى القيء المستمر للافة وايضا الخمول وفقدان التوازن اثناء الطيران وتؤدي الى نقص النشاط للافة وبالتالي بحافظ على النبات من هذه الافات طب المجموعة التانية اللي هي المبيدات الحشرية العضوية من اصل نباتي طبعا انا وعدتك وحاجب لك صورة لنبات البيريسرم اه دي شايفين الظهرة الجميلة دي دي بيستخرج منها مباء مبيد حشري اسمه البيريسرين وده بيستخدم في مقامة الحشرات المنزلية البيريسرينات زي ما هو مكتوب كده بيستخرج من ظهرة نبات البيريسرم ويسبب الشلل للحشرات الطائرة وايضا بيكون قليل الضرر للساديات والانسان والنبات لانه اصلا مستخرج من نبات فطبعا بيكون صديق للبيئة النيكوتين شايفين بقى الاوراق الخضرة دي اللي شبه نبات الخاصة عندنا في مصر ده نبات اسمه نبات الدخان ده اللي بيصنع منه التبغ وايضا بيصنع منه السجائر بقى بأنواعها وبيستخلص من أوراق نبات الدخان ده مبيد النيكوتين ده بيأثر على نشاط انزيم اسمه انزيم الاسيطايل كولين استيريز لازم تحفظوا الاسم ده انزيم الاسيطايل كولين استيريز وده بكل تأثير ضار على النبات طبعا اعزائي الطلبة والطلبات الانزيم الاسيطايل كولين استيريز هو باختصار بس عشان تبقى عارفين هو عبارة عن انزيم بيفرز من داخل جسم الكائن الحي لكي يحطم الناقل الكيماوي للإشارة العصبية ده باختصار شديد جدا طب ايه النقل الكيماوي للإشارة العصبية يعني ايه النقل الكيماوي يعني ندى مخي كده يدى إشارة للعضلة ده عشان تنقبض من الإشارة دي بتسري في جسم أو في الجهاز العصبي للكائن الحي عن طريق ناقل كيماوي بنقول عن الناقل العصبي أو الناقل الكيماوي المادة دي اسمها الاسيطايل كولين الاسيطايل كولين طالما موجودة في العضلة العضلة حتظل في حالة انقباض مستمر فلابد من تحطيم هذه المادة بوسطة انزيم بيفرز ايضا من داخل جسم الكائن الحي اسمه انزيم الاسيطايل كولين استريز طيب المادة دي لما بتتحطم يرجع تاني الجسم أو ترجع العضلة للانبساط طيب لو انا استخدمت مبيد زي مبيد النكوتين عمل عملية تحطيم لهذا الانزيم اللي هو انزيم الاسيطايل كولين استريز اللي يحصل تفضل العضلة أو يفضل النقل الكيماوي موجود في العضلة وبالتالي العضلة تفضل في حالة انقباض مستمر وبالتالي يحدث الشلل للآفة شفتوا بقى أو عرفتوا الكيفية جاهز زي دي طبعا حاجة اضافية يعني انا عايزة فاهمها لكم عشان تعرفوا ايه هو انزيم الاسيطايل كولين استريز وايه هي مادة الاسيطايل كولين مادة الاسيطايل كولين هو الناقل العصبي من اللي بحطمها انزيم الاسطايل كولينستيريز طب المبيد النيكوتين ده دوره ايه او اي مبيد تاني دوره ايه انه هو يصبت عمل الانزيم وبالتالي تظل العضلة او عضلة الافة في انقباض مستمر وبالتالي يحدث الشلل للافة وتتوقف نهائيا عن الحركة تعالوا نشوف تالت مبيد معانا اللي هو مبيد الروتينون ده بيأثر ازاي ده بيستخرج من جزور نبات الدريس ويؤثر على الحشرات بالملامسة او بالحقن ولو تأثير سام قليل على الساديات تعالوا نشوف بقى مجموعة المبيدات الكولورونية العضوية بتؤثر على الجهاز العصبي على النحو التالي بتعمل ارتجافات في جميع اجزاء الجسم والاطراف عدم انتظام الحركة بتظل الارجل في رجفات سريعة وبينقبض القلب حتى الموت وبتؤدي الى سرعة موت الافة بالمقارنة بالتسمم عن طريق المعدة رابع حاجة معانا مجموعة المبيدات الفسفورية العضوية بتعتبر المبيدات الفسفورية العضوية سمومة عصبية ايضا وبتسري في جسم الحشرة خلال الدم وبتعتمد كفائتها على قدرة ايقاف عمل انزيم الكولين استريز مجموعة المبيدات الفسفورية العضوية الاعراض بتاعتها بتكون في صورة زيادة في التنفس زيادة في معدل ضربات القلب ارتجافات وهياج وشلل وفي النهاية موت الافة طبعا اخر حاجة معانا مجموعة المبيدات الكرباماتية العضوية في حالة النهاردة بتؤثر على الحشرات بنفس طريق التأثير المبيدات الفسفورية العضوية ولكن الاولى لا ينتهي التأثير بموت الحشرة بل يمكن للحشرة ان تستعيد نشطها بصورة اسرع من الثانية بكده اعزائي الطلبة والطلبات نكون استعرضنا مع بعض في حالة اليوم مفهوم المكافحة الكيموية ولماذا لجأ الانسان لاستخدام المكافحة الكيموية والاثار المترتبة عن الافراط في استخدام المبيدات الكيموية والمقصود بالمهلك الحشري وهي الشروط الواجب توفرها في المهلك الحشري الجيد وقسمنا المهلكات الحشرية لأقسامها المختلفة على حسب طريق الدخول لجسم الافة وعلى حسب طبيع التأثير على الافة وأيضا على حسب تركبها الكيموية واخدنا الزيوت المعدنية وقلنا كيفية تأثير الزيت المعدني على الافة وإيه هي الملاحظات الواجب مراعتها أثناء رش الزيت المعدني وقلنا أيضا في نهاية الحلقة كيفية تأثير المبيدات الحشرية على الافة بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته